قالت الشرطة الكندية أن الطرد المحتوي على مادة سامة والذي جرى إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون مصدره كندا حسب المعلومات الأولية لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكانت تجهزة الأمن الأمريكية قد اعترضت في وقت سابق رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض في مؤسسة حكومية معنية بفحص البريد الموجه إلى البيت الأبيض وأكد مسؤولنا مطيعون أن الطرد كان يحتوي على مادة الرسين شديدة السمية وتم إثبات ذلك باختبارين